بالرغم من الاتفاق الذي عقد بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والذي وصفه بالتاريخي وحظيه بمباركة واشنطن والبعث الأممية في العراق في واحدة من عقد المناطق المتنازع عليها بعد كاركوك والذي يهدف لعودة النازحين والاستقرار الأمني اتفاق رفضته بعض الفصائل المسلحة لإخراجها من مناطق سهلينين داعش حينما دخل العراق لم يفرق بين الكرد والعرب والمسلحين والمسيحيين وإلى آخره وبقية المقونات العراقية الأخرى وإنما كان خطر على الجميع فبالتالي أنا أعتقد يجب أن يكون هناك تكاتف ويجب أن يكون هناك عقلية تسامحية أقلية العمل بفريق الواحد من أجل وصول إلى نتائج المرجوة التي تخدم المجتمع العراقي وبعد اتفاق سنجار الجديد بين أربيلا وبغداد والمتمثل بالملف الأمني والإداري باشرت قيادة العمليات المشتركة بنشر قوات من الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية إضافة إلى حماية الشريط الحدود لقضاء سنجار الواقع على بعد ثمانين كيلو مترا غرب الموصل مركز محافظة نينوة فيما يبقى الملف الإداري تحت سيطارة أربيل بعد الاتفاق الذي حدث بين أربيل وبغداد حول تطبيق الأوضاع في المنطقة وإعادة اللازحين إلى مناطقهم وخروج القوات الغير نظامية الميليشيات الموجودة في المنطقة وعودة القانون إلى المنطقة وعودة القوات الرسمية والنظامية إلى المنطقة يضم قضاء سنجار خليطا من المكونات أغلبهم من الأيزيديين وأقليات من العرب والكرد والمسيحيين والتركومان فكل من يسيطر عليها التحكم بالاتجاهات الأربعة التي تحيط بموقعه الاستراتيجي هكذا يصفه مراقبون في منطقة تتزاحم عليها عدة جهات وفصائل مسلحة يصدم التفاق سنجار بالعديد من المشاكل والتحديات أهمها التطبيع وعودة النازحين وفرض الأمن والاستقرار فيها من أربيل بشير الحسن قناة الفلوجة